الكذب المتواصل هذا سيدفع الناس بالعكس إلى الثورة أكثر خلا نسمعوا أحدهم وهو يكذب يكذب على الأحياء قبل الأموت يسمى بالوزير الأول مع أنه يعرف الحقيقة ومطلع ويدقن اللغات شوفوا شي يقول هنا نظر الإمكانيات ساعة الدولة يعني ما كاش دولة في العالم تبعوا يعني الحالة الحالة العامة بالنسبة لدول العالم حالة الاقتصادية والمالية يعني ما لا توجدوش دولة واحدة إخدات القرارات الجزائرية التي إخداتها الدولة الجزائرية بالنسبة لي إعادة النظر في الأجور إدراج منحة البطلة إعادة النظر في منحة التقاعد البرامج التنموية التكملية وكل هذا في مناخ الدولي مستعر مناخ جيوستراتيجي خطير وخطير جدا حالات اقتصادية ومالية على المستوى الدولي وعلى مستوى كل البلدان حالات جدو 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 متقنبة يعني كل الدول الآن تقوم بإعادة نظر في سياستها المالية والاقتصادية نحو التقشف ونحوها 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 يعني الجزائر الحمد لله رب العالمين يعني لدينا مقاربة مختلفة ومقاربة أخرى وبالتالي فأنتم تلاحظون يعني برامج التنموية الرئيس الجمهورية يعني يريد أن يعطي الانطلاقة الاقتصادية الحقة لكل مناطق الوطن كاذب كاذب وهو يعلم أنه كاذب لا يتحكم حتى في تحركاته لا يتحكم حتى في تحركاته يملأ عليه وتقريبا جه كل شيء من ما يسمى برئاس جمهورية واش يقوله واش تقوله واش ما تقولش واش تفعل ثم الكذب العلني قال لك ما فيش دول ما فيش دولة مثل الجزائر قامت برفع الأجور قامت ما نشعرف أعطيها البطالة كاذب هي الدول هذه ما عندها لا بترولة غاز ما تبيع لا بترولة غاز دول هذه الأوروبية ومش فقط دول الأوروبية حتى دول أخرى مثل تركيا مثل ماليزيا وما عندها لا بترولة غاز عندها البطالة وعندها منحة البطالة اللي انتما تزعمون انها شيء كبير اللي هي أقل من ستين أو في حدود ستين أورو ومع ذلك كاي اللي عطيتوها لهم بعض انها سحبتوها منهم بعضين طلبتوهم لا يرجعوهمش يدخلوا للسجون لأنكم بعض زدتوا شروط أخرى وحتى اللي خدم يوم واحد اعتبرتوه باللي راه وخدم من قبل وبالتالي ما يديش البطالة وكثير من المشاكل هذي اللي راه مرتبطة من حتى البطالة اللي هي أصلا 13000 دينار أي ما يعادل 65 أو أقل من في الحقيقة أقل من 65 في حدود ستين أورو قالك ما فيش دول ما زال يكذبون على الناس في عالم القرية الواحدة ما زال يكذبون عن الناس قبل أسبوع فقط أو عشرة أيام وهما يحبوا فرنسا والمفروض أنهم يعبدونها ويتابعوا إعلامها ويتابعوا قنواتها في بيوتهم قنوات فرنسا هي اللي الدور أكيد أنهم سمعوا أن البرلمان الفرنسي حدد الحد الأدنى بـ 1600 أورو وكان نقاش عليه بـ 1600 أورو مش عارف لا صدر القانون والله راهوا على أبواب الصدور 1600 أورو كحد أدنى بالعملة الجزائرية أكثر من 33 مليون الحد الأدنى اللي إحنا هو كم 100 أورو أقل من 100 أورو إحنا هو 20.000 دينار ومشيق عن الناس يدعوا 20.000 دينار كي ينخدامين يدعوا 18.000 دينار ويدعوا 15.000 دينار بل كي ينخدامين وشفناهم من قبل تعما عقود ما قبل التشغيل يدعوا أقل من 6000 دينار أي أقل من 30 أورو في الشهر أي أقل من أورو في اليوم لكنه يخرج ويكذب ويكذب وكأننا ما زلنا في 70ات أو 80ات أو حتى 90ات بينما أي واحد يقدر يدخل ويشوف ما هو يكتب على مجموعة بلدان لحد الأدنى للدخل رح يعرف حتى في تونس حتى في المغرب لحد الأدنى للدخل أفضل بكثير من الجزائر وهو أكثر من 100 أورو اللي قلنا كثيرين ما يدوش لحد الأدنى أنا ما يحكوش على البطالين والأغلبية العظمى منهم أصلا ما تدوش هذا المنحة البطالة واللي كي يبعدوها قال هم رجعوها يكذب هنا في بريطانيا تم تحديد ما نشعرف لأصدرت في قانون أو على بواب أن تصدر أن يكون الحد الأدنى للساعة لأنه نحسبه بالساعة أكثر من 10 جنيهات أي ما يعادل تقريبا 12 أورو للساعة أي اللي يخدم 8 سواع في اليوم يدي تقريبا 100 أورو في اليوم أقل شي إذا خدم 20 يوم فقط في الشهر يدي 2000 أورو أي أكثر من 40 مليون بدرهم الجزائر أي أن الحد الأدنى هنا هو يوم واحد يساوي الحد الأدنى في الجزائر لكنه يكذب المشكلة الأخرى لما يقول هاش هو منين هذه الأموال تعلجزائر من البترول والغاز ليس شيء آخر هذه الدول التي تقدم حد أدنى 1500 أورو 1600 أورو 2000 أورو ما هيش من البترول والغاز تجيب فيها من مداخيل خاصة من الضرائب خاصة من ما تفريضه على ضرائب وعلى الشركات الكبرى وحتى على الأفراد هذا أيمان عبد الرحمن يعرف الحقيقة ولكنه ما زال يكرر الأكاذيب أنت سيد وتبون وأنت على عصابة الحاكمة في البلاد بأن الجزائر هي التي قدمت الأولاد لما كانت في الجزائر لما كانوا يمدوا في مليون في أيام الكورونا كانوا في البلدان الأوروبية يغطوا تقريباً الأجر الكامل من تالعمال أعرف هنا ناس يعني خدامين عند رواحهم يعني لطاكسيير لبرومبي لنجار اللي خلصوا لهم أكثر من 80% من دخلهم تاع العام السابق أي أنهم في 2019 و2020 أعطوهم أكثر من 80% من دخلهم تاع 2018 اللي كان دخله 5000 في الشهر 5000 أورو الطاوله حوالي 4000 أورو تحدث على الأقل على بريطانيا وأنا أعرف أن هذه تقريباً ماشية في كثير من الدول يكذب ويكرر الكذب مثل كذب أن الجزائر هي البلد الوحيد اللي في العالم اللي يعطيه بيوت وسكنات للناس كذب في كل أوروبا كلها هناك سكنات البلدية أو سكنات الهاوزينج أسوسييشن اللي تقدم اللي ما عندهمش القدرة على شراء سكن أو إيجار سكن ويدرها لهم بإيجار معقول ومعقول جداً واللي ما عندوش ما عندوش دخل اللي ما عندوش دخل البلدية هي اللي تدفع عليه ما يدفع لا ضريبة ضريبة البيت ولا أجر البيت وحياناً يخلصوا لهم الماء إضافة إلى امتيازات أخرى وكين أيضاً وين يخلصوا لهم الهيتينج يخلصوا لهم التسخين لأنه هو يكون تسخين على شكل باطيمون كاملا يكون فيها التسخين فالبلدية يتحمله خاصة في الشتاء لأنه يكلف في هذه البلاد وفي بلاد أخرى أيضاً لما ارتفعت أسعار الطاقة تكفلت هذه البلدان بأن تجعلها كاب دلولة حد أقصى وفيه تعويضات للناس أيضاً بسبب ارتفاع الأسعار اللي هي راجعة خاصة لحرب في أوكرانيا يكذبون أكثر مما يتنفسون عار عليك يا أيمن عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن أو كيف يسموك عار عليك أن تكذب وتردر الأكاذيب وأنت تعرف الحقيقة وتعرفها جيداً خاصة أنك كنت من يعني كان أسيادك اللي يراهم اليوم يحكموا لهم في السجون سلال والوكال وأو يحيا لما هما أسيادك كانوا هناك ويعطوك الأوامر وكنت أنت متورط في طبع الأموال في الزمن وأو يحيا خاصة كنت في المالية وفي البنك المركزي وتسافر للخارج وتعرف الخارج وشايف وشراكين في الخارج لكن حتى الآن جزيريلي في الداخل يعرفوا الحقائق نحن في عالم القرية الواحدة لكنكم تستمرون في الكذب ترجمة نانسي قنقر